هل العلمانية العربية تحمل فكرة؟ ممتاز جدا العلمانية شوفت أكتب محمد طبعا معاذ الله أنني أقصر أحدا بعيني أو أقصر بلدة بعيني ولكن هل هي تحمل فكرة ألا معرفوا أن النخبة اللي بتدعي أن هي محترامي حملة رأية العلمانية في المنطقة العربية ولا أخصص ولا أقيد ولا أقول إن فلانا أو كذا أراها تأكل على كل الموائد بمعنى أنها غير مقتنعة بما هي عليه ولكن أملي عليها لمصالح تخصها فيتنفذ تلك الأهداف أما أن أقول باحترامي أن هؤلاء على اعتقاد وعلى كيت وأنهم يستموتون فعلا حقيقة فيما هم عليه من فكر وكذا لا وربي بل القضية قضية ارتزاقية أو بمعنى أصح عمل في إيديهم يجيب ملكة كثير وكيت في مواجهة كذا زي بالضبط اللي بيسموهم شيعا في المنطقة العربية أو في البلاد اللي زي ما فيها الشيعا بمعنى أصحي زي مصر أو كلام دي هل دول أصحاب محترامي فكري عقدي لا على الإطلاق دي سهمهم شيعا ارتزاقية شيعا ارتزاقية موجهة وليست شيعا على الإطلاق عقدية بمعنى لهم مورثين الفكر ده ولا هم مقتنعين به على الإطلاق ولكن إدي زي واحد كان بيلبس بحاجات كده ويطلع على القنوات كان شايل المنهج الشيعي الرافضي على كتافه ونازل بقى في عمرو بن العاص وفي الصحابة وفي أم المؤمنين وكتو على القنوات الكبرى لما العداد من هنا كتو وجد ضغوطة إن لا ما يبقاش مع دول أم يحول على طول مع البريطانيين والأمريكان وحطوه في قناة كبيرة هم اللي بيدعموها وكتو 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 وشتغل أم يشتغل على إيه؟ على الإلحاد والتشكيك والطعن في الأسل والثوابت يشتغل زي المهم اللي بوجه فيه شيخ وأزهري وعمة وكلام دي طلع إيران دي بقى يثني على كده الأولية وأطقية وأحسن ناسهم ما كلام دي ولما اتعملوا كده في الأزر وجدت عليه ضغوطة وكلام دي فيه جهة تانية استلمتوا لأ تعالى ما بلاش الكلام دي ولكن كان بقى كلنا زي بعض اليهود مسعين وكتو وكت أم شغال على ده ولما قالك من المجددين ومن الذين يعني بتعثوهم الله لتجديد الإسلام والتدلة بحديث إن الله يبقى لها دي الأم على رأسك وليما قد سنة من يجدد لها دينا قالك الأنبا فلان وكتو القط اليهود في الاقتصاد وكتو مدولا اللي بيجددلوا من الدين المشكلة في اللي بيعمل كده اللي بيعمل كده هو اللي بيوجه يا دكتور محمد اللي بيعمل كده بيعمل كده الريموت في إيدو يا دكتور محمد اللي بيعمل كده بيعمل كده اهو اهو